صور المباشرة من شمال قطاع غزة لإنزال المساعدات على المناطق الشمالية هذا الإنزال الجوي والذي قد بدأ منذ أشهر في قطاع غزة ولكن على الرغم من ذلك فإن الأوضاع الإنسانية في المناطق الشمالية تشهد ترديا على مستويات عديدة خصوصا في القطاع الصحي في ظل أن هذه المساعدات لا تقدم أي نوع من البدائل في بحث المواطنين عن مراكز صحية وعن أيضا معدات صحية وإنما هي مؤقتة ولا تصل إلى جميع المواطنين في قطاع غزة هذه المساعدات في هذا الوقت وما قد تؤدي إلي أيضا هذه الإنزالات من إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين كما تؤكد طبعا أو يؤكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن هذه المساعدات لا تشكل بديلا إطلاقا عن فتح المعابر البرية وتحديدا معبر رفح وزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والحاجة إلى إدخال ألف شاحنة على الأقل إلى القطاع من أجل سد النقص الكبير الذي وقع في قطاع غزة إثر الحصار وكذلك الحرب والعدوان الإسرائيلية المستمر على قطاع غزة